الكهرباء وانقطاعه صار جزءاً لا يتجزأ من الحياة اليومية فالمباطن تعود على مأساة أصبح حلها غامضاً منذ سنوات حالة من الإضلام التام شهدتها المنطقة الغربية إذ باتت معظم المناطق في غرب البلاد تعيش حالة من الإضلام التام بين الحين والآخر ولو وجدت الكهرباء فهي لساعات قليلة والسبب يعود هذه المرة إلى نقص إمدادات الغاز المغدي لمحاطة رويس بالجبل الغربي فنقص إمدادات الغاز المشغل شكل أزمة جديدة في زيادة ساعات طرح الأحمال وتكرار الإضلام عقب نقصه بسبب الإقفال القصري للموانئ والحقول النفطية من جنبها حدرت المؤسسة الوطنية للنفط الشهر الماضي من إقطاعات أسوأ للتيار الكهربائي في شرق البلاد قائلة إن النقص الناتجي عن الحصار الذي يفرضه حفتر على منشآت النفط والغاز هو السبب وراء تدهور إمدادات الغاز المشغل لمحطتي شمال بنغازي وزويتينها فأوضحت المؤسسة أنها تعاني من صعوبات مالية شديدة بسبب استنزاف الميزانية المخصصة لاستيراد المحروقات خلال الأشهر الماضية لسد العجزي الناتجي عن توقف إنتاج الغاز والمصافي المحلية بسبب الإقفال القصري وكررت المؤسسة الوطنية للنفط تأكيدها على أن المتسببين في إغلاق الموانئ النفطية هم المسؤولون حصرياً عن انقطاع الكهرباء وزيادة ساعات طرح الأحمال في البلاد الأمر ازداد تفاقماً ما زاد من احتجاجات الشارع حيال ذلك وهذه المرة لم يقتصر على غرب البلاد فقط فمدن الشرق شهدت احتجاجات واسعة كان ترد خدمات الكهرباء سبباً رئيسياً فيها